بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به ابتدينا بلوزي لطفل او لسن محير 13 سنة ابتدينا الظهر والصدر اثنيناتهم نفس العدد 78 غرزة اشتغلت 14 سانتي 14 سصر من الريب المفرد ولكن 4 كحلي 2 رمادي 2 كحلي وهكذا 14 دور بعدين اشتغلت كملت هيك لحد ما وصلت للطول 41-42 سانتي بالعدد تمام على ابري 94 دور بالعدد مهما حاولتي انك تضبطي مهما حاولتي انك تقيسي بالمزورة الا شوفي ايه وقت بتعدي الادوار اسهل عليك واضبط 100% بدنا نساوي عبارة عن ريب ولكن الريب بلسين ناعم بلسين مفرد بنات كثير لذيذة وحلوة سهلة ولكن طريقة جديدة بالنسبة لي انا ما صورتها لسه انه نحلا بنساوي الريقلام بالبليسين ناعم نبتدي بعد ما حلصنا الشغل مت ما تشافي هلا هون عندي الظهر على فكرة انا هون مغطية صدر يا بناتنا حفاظا عن الحقوق الملكية العامة لانه ممنوع بالنسبة الى تريد مارك مت ما بقولوا لها ماركة مسجلة ما بجوز انا اظهر الصورة اللي شاغلتها على كل حال على الفيس في امكانية انه نحنا نظهر الكل اما هون ما بيصير هلا بالنسبة لنا نحنا عنا صدر عليه رسمة وبالنسبة للظهر هو سادة الصدر كل ياته لونه رمادي رمادي والدائر كحلي بتما يكون شايفين الظهر هو رمادي بعدين بيجيكي الأكمام الأكمام عملت لهم تغيير شكلي شوي ساويت لهم رمادي 8 دوار بيجيكي دورين كحلي 8 دوار رمادي وكحلي وهكذا لتوصلي للطول 40 سنتي اقثر من الصدر والظهر اقثر منه ب 2 سنتي فقط لا غير لانه طويل كتير وشفتي الكنزات الصبية ما بدك تلك كلها الطول هذا بالنسبة الى هون نحن كلاتهم وصلنا فيهم لا لحردة الرقلام احنا نبتدي نشتغل حردة الرقلام معاكن وبتأمل ان شاء الله يكون اللون الكحلي يكون واضح تمام اول اول شيء بدنا نعمله اننا ناخذ ثلاثة من هون ثلاثة من هون هي اول قطوة بالرقلام بدنا نساويهم ها ثلاثة غرز واحد وهي اثنين وثلاثة تمام ساوينا ثلاثة يلا هلا بدنا نساوي اربع وحدات اربع عم هدول بدنا نساويهم او بالاخرى الثلاثة لانه معنا وحدة بدنا نساوي ريب مفرد منقول هاي مقلوب عدل مقلوب عدل معناته هلا هاي مقلوب مش عم تطلع معانا هاي مقلوب تمام هلا هاي عدل مقلوب عدل وهي مقلوب تمام هلا ضبطنا نحن نساوينا بقى البليسي ما بقى يهمنا شيء منتابع شغلنا هيك لنهاية السطر وصلنا لقبل النهاية هلا بدنا نساوي الريب ونخلي ثلاثة بدنا ناخدهم بالدور المقلوب يلا هاي بدنا ياها مقلوبة والتانية عدلة التالتة مقلوبة الربعة عدلة يلا هلا منتابع الشغل هلا هدول بدنا ناخدهم بالدور المقلوب متفقنا بناخد ثلاثة من هون ثلاثة من هون يلا هلا جينا دور المقلوب بناخد ثلاثة هاي واحد واحد وهي اتنين هاي ثلاثة هاي ثلاثة هاي ثلاثة هاي ثلاثة نحنا هون شوفي عنا عدلة عدلة وهي مقلوبة عدلة مقلوبة نحنا عم نشتغل بالدور المقلوب وصلنا تقريبا هون هون للنهاية شايفين هلا بيجينا محل لبليسة نقلوب خيطنا بنشتغل اربعة بليسة عادي واحد اتنين اتنين ثلاثة تمام وهي اخر واحدة اربعة يلا خلصة هلا جينا لاول دور بالحردة اول غرزة بنسحبها اول غرزة بنسحبها سحب نقلب الخيط نشتغل هاي الثانية الثالثة وهي الرابعة اذا نشتغل غرز هدول البليسة عادي تمام يلا خلصنا هلا شو بنا نعمل بدنا نساوي الحردة ثميل لليسار بدنا تروح لليسار شو بنعمل نسحب غرزة دايما وابدا وقت بديك تشتغلي انتي الحردة او الظفرة او شي بدي تروح لهالطرف هاد انتي بدي تسحبي غرزة ماشي مشان بس انه تميل الغرز باتجاه اليسار تسحبي غرزة اشتغلي غرزة عفكرا احنا هون اجانا قيصان هلا بنندقلهم معنا نشتغلهم هاي وصلت الخيط شايفة اذا سحبنا غرزة اشتغلنا غرزة وقلبنا السلوثة على المشغولة اذا اللي سحبناها نشتغلها هلا منتابع شغلنا لاحظي شلون مخبية هاي معانا عقدة الخيط مخبية بتمشي معانا ورا الغرز ما بهم ولا بتعود بتبين انه انتي وصلت خيطها لاحظي شايفة شوفة شلون اختفت ما بيعود ببين انتي دايما اربصية بها الشكل هالا بترتبطية هيك مو دعبولة مثلا او كرة بس الساويسية هيك لاحظي شلون اختفت ما عاد لا اي اثر تماما هلا بدنا نتابع للطرف الثاني اذا اول وحدة اول حردة اجتنا مباشرة بعد ما اخذنا الثلاثة اجتغلنا الدور المقلوب اجينا دغري اخذنا هلا سحبنا وحدة وقلبنا وحدة على وحدة من بعد اربع غرز الريب منتابع لاخر الصصر او لوقت ما بدنا نوصل لعند الريب تبعيث الطرف اليساري وصلنا نهاية الصصر العديل من التنقيس هذا هون الصصر العديل كل دور بدنا ننقيس هلا وصلنا للنهاية لاحظوا بنات هدول الاربع تبعوث الريب ما لنا علاقة فيهم نحنا بدنا نوصل للغرزة السادسة هدول اتنين اربعة هون بدنا نخلي غرزتين معنا هلا بدك الغرزة بدك الحردة تروح باتجاه اليمين مدام باتجاه اليمين شو بتعملي بتاخلي التنتين من امام الشغل بتاخليهم هيك مشان يميلوا معك باتجاه اليمين لاحظي شلون مالوا باتجاه اليمين بتأمل ان شاء الله يكون واضح التصوير واضح عليكم بعدين تتابعي شغلك اذا من اليسار بتسحبي غرزة وتشتغلي غرزة وتقلبي المسحوبة على المشغولة ومن الطرف هذا اليمين هذا اليمين بدنا يروح باتجاه اليسار نسحب غرزة ونشغل غرزة ومنقلب المسحوبة على المشغولة نجي للطرف هاد بدنا يميل باتجاه اليمين هو هاد اليسار نشتغل غرزتين من امام الشغل تمام؟ يلا هلا المقلوب عادي لا يوجد شيء مقلوب كل ما هنالك إلا انه بس نسحب اول غرزة احلى تحبي اول غرزة اللي بيخيطك وتشتغلي هاي الاثنين وهاي الثلاثة وهاي الرابعة هادول اللي بليسي يلي بدي يطلع فيهم حردة الريقلام بده تكون الطرف سبعيتها تابعي شغلك عادي عادي بنات بالنسبة لحردة الريقلام هاي هاي كل دور بدنا نحرد فيها ابدا كل دور كل دور لاحظوا هون شايفين حردنا ثلاثة اول شي حردنا ثلاثة بعدين كل دور كل دور كل دور شوفوا يبين معاك التنقيس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة ادعش ادعش ١٣! ١٨! ١٥! ١٨! ١٦! ١٠! ١٥!? ٹ أدعش جريم ما يظل معنا ؟ يظل معنا فقط لغير عبارة عن 32 غرزة هذه 32 غرزة نجدهم علقين على الإبرة أو بـ 3D انتي تحفريهم تحفري أبا بـ 3D ما تحفري بيصير إذا كنت بدك تساوي الهايكول الهايكول بالرجلام بيصير تجمعي كل الأعداد بالنسبة لهذا الظهر أنا هلأ عم أشتغل بدي أحرض نفس الشي 17 مرة نحرض 17 مرة ويظل معي 32 غرزة لماذا؟ لأنه أنا معي نفس عدد الغرز تمام؟ بيظل 32 غرزة بالنسبة للكمام كمان نفس الشي بلشي بالحردة من هون بنبلش بالحردة نطلع فيها كمان نفس الشي 17 دور بعدين بيظل معي عشرة أنا حسبتها 17 من هون 17 من هون بيظل معي عشرة بالمنتصف هذو كلهم تبقى من لمهم كلهم على إبرة دائرية ونشتغل فيهم الأب المدورة يلا الحردة الثانية يا بنات تسحبي أول غرزة تمام؟ اللي بيخيطي واحدة مقلوب هاي صاروا تنتين واحدة عدلة صاروا ثلاثة واحدة مقلوب صاروا أربعة بنتي الحردة تروح لليسار شو بعمل بنات تسحب أول غرزة شوف شلوم تسحبية بنات منتحذ مو هيك هيك من هون مشاعنا تضل ميل الغرزة باتجاه اليسار تسحبي غرزة اشتغلي غرزة وقلب المسحوبة على المشغولة لاحظوا إن شاء الله يكون بيّن شوف شلون بتروح باتجاه اليسار نسحب غرزة بنشتغل غرزة ونقلب المسحوبة على المشغولة راحت باتجاه اليسار نتابع طريقنا لوين نتابع السطر هيك لنوصل للنهاية بس وصلنا للنهاية قبل النهاية شفتي بي 6 غرز بدنا نشتغل ناخد غرزين معا من أمام الشغل ليش من أمام الشغل مشان تروح معانا باتجاه اليمين إذا أخذتهم من الخلف تطلع لاتجاه اليسار نحن ما بناها تروح باتجاه اليسار تمام؟ هاي 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 هلا نوصل للنهاية وفرجيكم كيف نريد بنشتغل الطرف اليساري شوفوا أخواتي وصلنا نحن هون من الطرف اليسار 2 4 وهي 6 مناخد هدول التنتين اللي من بعد الريب مناقدو من قبل الريب هلا هون عنا قبل الريب ناخد تنتين من امام الشغل مشان تميل معانا الضفرة او الحردة باتجاه اليمين هلا منتابع شغلنا بليس سي بدنا نظل مستمرين هيك يا بنا تنظل متل ما قلتلكون 17 مرة او 16 مرة وبتقيسي انت عصبي اللي عندك تمام مشان طول الحردة هلا شوفي شلون ببين معاك اكيد بينت هلا شوفي كيف هون هيكوها هي اول واحدة وهي الثاني بتبين الميلة الغرض وهون كمان بنفس الوقت هي واحدة وهي تنتين هون هذا الطرف بتبين متل كأنه جزء من الريب ببين كأنه جزء من الريب بيانات واحد اثنين ثلاثة بيصيروا عكا أنه ست مرات انت مساوية رح اتجربكم ياها مع الكم بما أنه لونه افتح اول شي شو بنعمل اول ما وصلنا نحنا هون وصلنا للحردة انا عفكر بدي ساوي كحلي بس هلا رح اشتغلو رمادي انا بدي ساوي كحلي بس هلا رح اشتغلك ياها بالفاتح مش هتبين معاك اذا في عنا واحد هي اول وحدة بنا ناخد ثلاثة هي واحد وهي اثنين وهي الثالثة ثالثة شو هي الثالثة عدلة بس نحنا هون بدنا هاي مقلوبة هون بدنا هاي مقلوبة لان واحد اثنين ثلاثة اربعة هي بديها مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة معناته هاي لازم مقلوبة بدي اول وحدة بتجاه الشغل تكون مقلوبة بشان تفرق عن الشغل عظيم هلا لي كوة طلعت مقلوبة ها يلا هلا منتابع هون ما في ما في غير ثلاثة بس بدنا نحرضهم ثلاثة هدول بنرجع لاخر دور المقلوب كمان بدنا نشغل ثلاثة ومنشتغل معاهم اربعة بليستي اذا البليستي من اسسه من اول ما منحرض ثلاثة اللي بدنا ناخدهم من طرف هادول تحصل ابيض بنات لابد منن هادول ثلاثة عدد الغراز بالنسبة للكم انا بديته اربعين غرزة زيادة عشرة صار خمسين خمسين على اربعة ونص ابري اربعة ونص وصلت بالدور متل ما قلتلك قبل بسانتيين او بالدور التسعة وثلاثين انا وصلت او اربعين والله الاربعين سانتي بتبلشي بقى بتحردي الكم على كل حال انتي ايسي عصبي اللي عندك قديش الطول بتحطي لهي الابرة وبتوصل الى التسعة وثلاثين سانتي بتحطيه تحت باتو خلي ايدو نازل لتحت بتايسي عند الرسوغ وصل لهو معناته انتي وصلت بالطول تمام للكم كل ولد بيختلف عن التاني بطول الكم انا بعمل تقريبي تقريبي اجمالا انو بقول اقل من طول الجسم بثنين سانتي يلا هلا في عندي هون اثنين ثلاثة وفي عندي انا لازم اربعة معناته احنا بيزيد معنا غرزة بيضل هون الرابعة يلا ها هاي ثلاثة بدنا نيروحوا وهون اربعة اول غرزة انا بدي اياها مقلوب تاني غرزة عدل تالت غرزة مقلوب وهي الرابعة هذول الثلاثة هلا بدنا ناخدهم بالحردة هلاء مشتغلكم ياها برمادي مش هتبين معاكن اوضح نفس الطريقة بس هني كان لونه كحلي بجوز ما كتير مبين هلا شوفي هاي اول غرزة ها بدنا نروح ثلاثة هاي واحد هاي واحدة وهلا هاي التانية هاي اللي بيضخيط طبعان وهاي التالتة عظيم هم نشوف الغرزة اللي معانا شايفين اي اذا عدلة مقلوبة عدلة هون شوفي عدلة مقلوبة عدلة مقلوبة معاتلو هاي مقلوبة شو مني نشتغل هلا هاي بده تيجي عدلة مقلوبة هاي عدلة وهاي مقلوبة لكن بدناها بالعكس هلا احنا بدناها عدلة عظيم هاي صار اربع غرز اتفقنا يلا متابع طريقنا للنهاية بدون اي مش اشكالات يعني ما لو ما في زيادة ولا نقصان بدور المقلوب اطلاقا الحردث الرقلان هاي تبعية كل دور كل دور كل دور اول دور بالتنقيس هلا نحن هون بالنسبة للكم ساوينا الثلاثة اخذنا هون خلاص اول دور تسحبي اول غرزة تسحبيه سحب احلى تطلع دايرة تطلع المسحوبة كتير حلوة اول دور تسحبيه سحب اول دور يلا اول ما بطلق بالاول الغرزة يعني التنقيس كل دور عدل كل دور عدل فيه تنقيس عنا يلا هلا سحبنا اول غرزة نشتغيل مي مقلوبة عدلة مقلوبة بدنا يروح لليسار شو منعمل من قلوب الخيط نسحب الغرزة من هون من تحت تسحبي الغرزة هيك تمام يلا اشتغلي هاي عدلة اقلبي المسحوبة على العدلة تابعي طريقك خلصتي وفي شلون دغري بيبين معاك انه مالة الغرزة باتجاه اليسار بالصرف الثاني شو منعمل مناخذ غرزتين معا من امام الشغل مشان يزبط معانا انه يميل باتجاه اليمين وهكذا بتضلي بتنقصي 17 مرة وشو بيزيد معاك من غرز بتخليهم على الابرة وبعدك بعدين نجمعهم كلياتهم على الابرة دائرية ونشتغل فيهم الهايكول او الابة المدورة العادية او الابة المدورة الواسعة شو بتريدي انت بيصير الريقلام بيصير انك تحردي في الابة بشكل مدور وبيصير ما تحردي كله بيصير شو حبيتي بحسب تقسيم غرزك انا هون عندي 30 غرزة كان باستطاعتي انا احرل سبق وساوتلك فيديو الو حردت هو ريقلام وساوتلك الو حردت بابة مدورة متل عادة هاي طريقة تانية بحيث انه انتي ما بتحردي ولا بتتعذبي هدا عم تاوي الشغلات تبسيطة شان يتعلموا المبتدئات يلي لساتهم بالحردات عم بيتلبكوا فيها ليك ونحنا هلا هون عنا 2 اربعة وهي 6 مضبوط بدناها تروح باتجاه اليمين اخدنا غرزة من امام الشغل تمام يلا بعدها نشتغل مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة ها خلصت هاي هي حردة الريقلام مع البليسير حردة كتير بسيطة وحلوة وسهلة بتناسب المبتدئات مثل ما قلتلك بدك تحردي دائما بكل دور عدل بكل دور عدل هاي اسهل من الماضية الماضية كان فيه ضفرة هلا هاي عبارة عن بليسير عادي ولا تنسي انك انتي تسحى باول غرزة بيطلع منظر الطرف جميل جدا بتصيري بتخيتي عالطرف بس وكل شي بيبقى معاك من غراز خليون عالقبرة بتأمل ان شاء الله كون عجبتكن ولا تنسوا لهم اللايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة